لوجينا صلاح فتاة أصيبت بمرض البهاق وهي في الثامنة من عمرها إلى أنها تحدت المرض وحولت المحنة إلى منحة حيث دخلت مجال التجميل وأصبحت واحدة من أشهر خبراء التجميل في مصر في هذه الفقرة نتعرف عن قرب على تجربتها فأهلا بكي لوجينا على شاشة بي بي سي أهلا بك في البداية إزاي حولتي المحنة لمنحة؟ بصتي في الأول طبعا مش هقول إنه كان سهل يعني أنا قاعدت كان فيه رحلة عشر سنين رحلة بكتشف نفسي ومداء يعني بحاول أفهم اللي حصل لي ده حصل لي ليه وإزاي أتعامل معاه واش معنى أنا يعني كان في الأول طبعا كانت تجربة صعبة لأن وقت ما جالي البهاق كان عندي 13 سنة فده السن بتاع البنات بقى كلها لسه بقى بدأ في بداية ما بين اللي هتبتدي تطلعي من التفولة للمرهقة فطبعا كان بالنسبة لي صدمة وبالنسبة للناس اللي حوالي فكان طبعا في الأول أنا ما كانش عندي القناعة اللي كتعاندي دلوقتي بس وأنا ماشية في حياتي عادت أفكر أنا إيش معنى أنا أكيد أي حد في الدنيا بتحصل له حاجة لها هدف بس الفكرة إن إحنا نكتشف الهدف ده فالماء يعني كتمحنا بالنسبة لي وحولتها المنحة بالوقت عدت عشر سنين على ما قابلت نفسي زي ما أنا في اسكندرانية؟ أه قابلت نفسي عبتما قابلت نفسي زي ما أنا عايشة في اسكندرية فعلا وبس عدت فترة في نيويورك كنت بدرس هنجلها الفترة دي مما عدت عشر سنين من وقت ما اكتشفت من تلتاشر لتلاتة وعشرين أنا مش راضية عن عن نفسك الموقف كله كان بالنسبة لي صعب إن أنا أهندله خصوصا في البلاد العربية لأن البلاد العربية فيه بيحصل ضغط على الفتيات كبير جدا إن هما لازم يبقوا سايز معين شكل معين طريقة معين خلينا زيك سؤال مباشر اتعرضتي للتنمر أكيد أكيد اتعرضت للتنمر لأن الفكرة كلها إن التنمر بيجي من الأهل الأهل لما بيربوا ولادهم إن هما بيقبلوش كل الناس بيقبلوش كل الاستقافات الأديان الأشكال حد مختلف عني كعمتا بيحصل إن الأطفال بيشوفوكي حاجة غريبة أنت شكلك ليه كده أنا مش هنلعب معاكي وساعات كان بيجي الكلام من الأهل إنهم ممتلعبوش معيها أكيد حالما كانش عندهم معين في السنة ده الأهل كمان مش الأطفال الأهل طبعا إنه خيفين المرض ده معدي مثلا إجزاكت لي لو الأهل المتفاهمين ومعين الأطفال لا ده عادي ده مش بيعادي كان ساعتها الأطفال حيستوعبو بس بما إن الأهل نفسهم يعني التنمر مصدر التنمر جاي من الثقافة اللي مفيش عندنا ثقافة كفاية أو وعي كفاية بإيه معدي مش معدي المرض ماشي إزاي فطبعا سبت السباحة سبت الهاندبول كنت بتمرن وكنت شطرة جدا يعني كنت شطرة في الرياض أخلييني أقولك حاجة يا لوجينا هو جالك لحظي يعني بصي أنا لما أنا من وقع وأنا عندي 8 سنين جات لي صدفية الصدفية دي عبارة عن الخلية بتتجدد أسرع من المفروض فبتكون إش فمن ساعة ما جات لي صدفية وأنا اكتشفت أن أنا عندي أو مرض مناعي المناع بتاعتي زيادة عن اللزوم وده بسبب أن أنا عندي لوبس الزئبة الحمرة الزئبة الحمرة دي بتخلي المناعة تبقى زيادة عن اللزوم فبتهاجم الجسم نفسه أنا قريد أنه البهق دوت بيأتي لواحد في المائة من البشر أكيد أنت سألت نفسك السؤال ده وأكيد سألت الأطباء ليه واحد في المائة ليه أنا؟ هو الواحد في المائة دي نسبة كبيرة أن هي تيجي الواحد في المائة من العالم يعني رقم ده رقم دلوقتي داخل في اتنين في المائة دلوقتي فده رقم كبير مش رقم قليل كانون ده كتبا بيعليلولك ده بإيه؟ بصي خلينا نتفق أن البهاء ملوش عليك ليه؟ أنك مهما عليك تجلد المناعة بترجع تهاجمه تاني فالفكرة مش في المناعة ما بتتعليكش يعني المناعة القليلة بتتغضي لها أدوية شوية المناعة الزيادة بتحاولي يتقليليها شوية بس أن المناعة تبقى الطبيعي ده مش هيحصل على طفل عندها تلاتة شهر سنة لما كانت بتسمع ده من الدكاترة كان بيبقى وقعوا عليكي لا أنا عايز أقولك ما فيش دكتور إحنا ما روحنا لهش أنا أهلي أخدوني لكل الدكاترة لدرجة أن أنا رحت أمريكا رحت دكاترة في أمريكا يعني الفكرة كانت لفيت 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 لأن مش كل الدكاترة بتفسح أو بتقول أن ما فيش علاج تاخدك بقى في دوامة علاجات وحد ما أنا عدت كده مع نفسي أنا هادرس عندي إيه أنا هعرف إيه مشكلتي يعني ده دي كمان نصيحة لكل حد أنت لازم تبقى عندك وعي تام بالمرض اللي عندك أو بالمشكلة اللي عندك لأن ما فيش حد زي مثلا مرضى السكر أو أي حد لازم تقرى تماما عشان أنت اللي هتعالج نفسك مش معناها أن أنت هترجع تخيف بس أنت اللي هتعرف إيه المفروض تعمله أنا عرفت أن المرض ده هل ده نوع من أنه مع التصالح أيضا أنه عشان أتصالح مع نفسي فعرف إيه مشكلة حتى في الحاجات المرضية بسي فكرة التصالح أكون عندي وعي أكتر فكرة التصالح دي كتآخر مرحلة يعني بعد ما أنا قابلت نفسي كقبول وصلت بقى للي هي الأعلى حق ماكسيمم رضا بأنه أتصالح مع نفسي وحب نفسي فالناس حبتني قوي زي ما أنا يعني أنت متخيلة أن أنا في مشكلة تحولت لحاجة جميلة يعني دلوقتي الناس بقيت تبعات لي تاكست أنت شكلك كده جميل ياريتني أنا شبهك ياريتني أنا زيك إيه ده أنت شكلك مختلف بسي لوجينة كل حد فينا بيبقى عنده لحظة نفسية ما بيمر بيها هي دي اللي بتكون التكة نقطة التحول إيه نقطة التحول اللي خلتك تقفي قدام المراهية وتقولي أنا لوجينة صلاح أنا هقبل نفسي كده أنا مكملة كده أنا هدرس أنا هشتغل أنا أنا بسي أولا أنا سفرت أمريكا عشان أدرس ميكوب عشان أخبي اللي عندي فابتدت بأن أنا برضو مش رضي أنا مكملة كل ده في أن أنا مش رضي يعني ما عنديش خبول كل لبسي كم طويل كل الحاجات دي موجودة أبدا كان فيه نياس كتير قوي تعرفني بتعرفش أنا عندي إيه بتعرفش أن أنا عندي أصلا مشكلة أنا أزا ميكوب أرتست إحنا دايما كلنا بنكولابوريت مثلا ميكوب أرتست كلنا بنعرف بعض في المجال وبنبقى صحاب وبنريكميند بعض فأنا كنت دايما برفض إن الفوتوغرفرز يخشوا يصوروا البرايد عشان ما يشوفوش إيدي ويصوروها فبدأ الناس الفوتوغرفرز أو صحابي في المجال الزملاء ما يحبونيش فبدأوا ما يعملوا ليش فشغلي بدأ ينزل فكنت قاعدة مع واحدة صاحبتي فبقول لها أنا مش عارفة هي ميكوب أرتست بس هي كنت قلت لها بقولك إيه أنا مش عارفة أعمل إيه شغلي قل وكذا وكذا قلت لي لوجاينة كل ميكوب أرتست بتعمل برايد بتجري على الفوتوغرف عشان يبعت لها الصور أو يعمل لها تاج عشان الناس تعرف إن هي اللي عاملة الميكوب قلت لي أنت مش محتاجة ده أنت إيدك لو طلعت في الصورة تريد مارك لوحدها أنت علامة تجارية أنت اللي حتسوقي لنفسك لاتت جو أنسي كل ده يعني اشتغلت على نفسي جمد قوي دبل محد عادي يعني بيشتغل على نفسه يعني هندي الحتة المميزة عندك أنت مختلفة أو شطرة قوي في الحتة الزي بصي أنا عمتا فايتر أنا ما بتحطش في حاجة غير ولازم ألاقي حل يعني أنا وأفكر لأن كل الناس عندها مشاكل يعني اللي اكتشفتوا بعد كده أن مشكلة دي ما هي إلا مشكلة ظاهرة يعني هي مشكلة ظاهرة بس كل الناس عندها مشاكل يعني هي كل الناس عندها مشكلة بس أنا مثلا كأنك إيه حتى المشكلة قدام وفاهمة عارفة في الصدارة حاجة في شكلي فبينة بس فبدأت أشتغل على نفسي وتعالوا بقالي سنتين بقامل ميكب فور فري للناس أنا أجيب ماتيرييل وش عارفة إيه وعد أصور لحد ما بدأت أبان وعايزة أقول لك أنا شهرت أكتر لما بطلت أحطي ميكب إمتى بطلت تحطي ميكب وتطلعي بشكلك العين بعد ما هي قالتلي كده سني كام؟ سن لا مش من كتير من 25 عونتي عندي 25 سنة أنا دلوقتي عندي 29 في بداية 28 يعني 28 دلوقتي فبقالي 3-4 سنين بس هي الفكرة لما قالتلي كده برضو ما روحتش نزلت صورة من غير ميكب عدت أقرب على وعلى إزاي تحبي نفسك اكتشفت أن في ناس كتير قوي هي عدوة نفسها يعني هي المنتقد الأساسي لنفسها يعني لازم تبقي حماينة أو طيبة مع نفسك أكتر من كده عشان عمرك لو أنت محبتيش نفسك الناس إزاي هتحبك طيب أنت بتقولي أنك قدرتي تعملي يعني بتقدري تعملي ميكب ده في البداية حتى خالص تقدري أنك ما تبينيش أي حاجة ليه بتظهريها طول الوقت بصي المشكلة دلوقتي هل ده خليني أقولك هل ده نوع من الدعاية لما لقيت أنه بقى ده جابلك متابعين كتير قوي فبقيت ده نوع من الدعاية بالنسبالي لا خالص أنا على فكرة بيأخد الميكب دلوقتي مصدر تغيير يعني لو رايحة إيفنت أو فرح ساعت بحط ميكب بس دلوقتي أنا واجهت مشكلة كبيرة الناس بتنتقدني بالميكب يعني آخر مرة كنت حطيت ميكب أنا كنت في مسابقة المؤثرين العرب ودخلت السيمي فاينل دي كت في لبنان وقعت فيها ثلاث شهور ووصلت للسيمي فاينل لسو مش رفيفة قلت في الفاينل حفلة الفاينل أعمل تجديد لإني شكلي بيبقى صغير قوي من غير ميكب هحط ميكب وألبس فورمال وعلي حطيت ميكب أنت مش متخيلة والميكب عاجب الناس بس الفكرة ليل وجايل لأ أنت كده بقيت زي كل الناس شيلي الميكب إحنا عايزينك زي ما أنت إحنا عايزين فأنت متخيلة دلوقتي بقى الهجوم هم اللي بيطلبوا منك إنك تزهري بتبعتك رفضتين هل في عروسة مثلا لو أنت بتعمليلها ميكب دفت بياتك خافت قتلك لأ سوري طب لا بصي هو اللي كانوا بيحجزوا معايا كانوا عارفين أو عارفيني يعني أنا معرفش لأن أنا كمان قريبة جدا من الناس يعني أنا لما بشوف الناس في الشارع بجد بجد بحيس أن أنا قريبة منهم لأن أنا مش مش من نوع اللي عايزة بس بقى انفلونسر عشان سوشيال ميديا دلوقتي جميلة ولأ أنا بنصح الناس من قلبي وقريبة جدا من متابعين بتوعي يعني اللي هي علاقة خاصة جدا أنصحهم العمر صغير وما تضيعيش حياتك وانت قاعدة بتستخبيه من نفسك ابقي يعني إيه المشكلة مثلا لو في شهر من الشهور تخنت شوية أخذته معايا الناس بقت بتاخد كل حاجة على قلبها وبعدين ما تسمحيش للدائرة بتاعتك يعني كل ما الدائرة بتاعتك بقت ناس ناجتف ومنتقدة تغيريها لازم تغيريها لأن خلي بالك المحنة هي لتكشف لك مين الناس اللي فعلا بتحبك ومين الناس اللي هتفضل جنبك خيرا يا لو جيني في ظاهرة كمان لو جينة في ظاهرة إنه معظم الميك أب أرتست بيبقى ليهم للمكياج هل أنت فكرت في ده؟ آه ممكن يعني تشغال على لي دلوقتي ده يعني إن شاء الله البروجيكت الجاي إن أنا مش بس أعمل ميك أب لاين أنا عايزة أعمل سكين كير لاين إزاي الناس تهتم ببشرتها يعني إزاي الناس تاخد بالها من بشرتها لإنه خلي بالك زي ما بتحط لها ميك أب لازم تغزيها يعني آخر لما قعد عشر ساعات مثلا بالميك أب وإيجي أمسح الميك أب وزي ما أنا استهلكت البشرة لازم أغزي البشرة فأنا عندي بلانز كتير قوي يعني ماي بلانز مش بتخلص إن شاء الله يبقى في حاجة أكيد إن شاء الله بتوفيق وأعتقد إن أنا بعد الفقرة ليه كلام معاكي أشكرك شكرا جزيلا جاينا نودك معي على شاشة بي 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 شكرا شكرا